فخامة الرئيس احنا عارفين انه كان في بروكسل والرئيس وهو في العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة زي ما اتكلم لمبارح لقمة المشاركة ما بين الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي الحقيقة ان الرئيس لو خدت بالك هو طول الوقت طول الوقت في زياراته الخارجية او اذا جات وفود اجنبية عربية افريقية الى مصر لا يترك اي فرصة في انه يعد يتناقش ولساعات طويلة في كل ما يخص صالح البلاد مش بس كقيادة سياسية الرئيس بيقوم بدور ديبلوماسي وبيقوم بدور اقتصادي مفاوض اقتصادي انت كم مرة شفت رئيس دولة في العالم مش هقولك بس في مصر كم مرة شفته بيقعد مع رؤساء الشركات الكبرى ويقعد يتناقش ويتفاوض ويدقق في الأرقام ويعيد طرحة أرقام جديدة ومفاوضات شرسة هادئة يعني شرسة في المفاوضة إصرار وقوة وربطة جأش شديدة جدا وفي نفس الوقت بمنتهى السلاسة واليسر والابتسام وما إلى ذلك ودي حاجة بالمناسبة خلت أنه قيادات الشركات الكبرى على مستوى العالم عرفة كويس أنه إن قابلوا الرئيس أو اجتمعوا معاه يبقى أكيد هيبقى فيه شغل ده المرة واحد بس المفاوضة مع الرئيس المصري مش سهلة أبدا والكل دايما كانوا يعلق على ذلك فأنت تشوف إزاي طول الوقت الرئيس قاعد عمال بيتناقش وبيتكلم وبيعمل عملية جذب استثمار ومفاوضات مع الشركات وحركة ديبلوماسية للديبلوماسية الرئاسية ده بالإضافة إلى دوره كرئيس جمهورية للبلاد والقائد السياسي بتاعها وما إلى ذلك حاجة الحقيقة حمل الواحد فعلا يشفق على هذا الرجل منه بس كمان وهو الأهم لا تملك إلا أنك أنت تشعر بإعجاب حقيقي إعجاب حقيقي فعلا ربنا يديله الصحة ويقدره فعلا مش الظهر آخرها هي لقاء الرئيس مع ممثلي ده على خلفية الكلام ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبريات الشركات في بلجيكا زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة بمشاركة عدد كبير جدا من كبار المسؤولين البلجيكيين ممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة علشان تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة